موسيقى موسيقى والتي نستعرض فيها أبرزة وآخرة أخبار الاقتصاد نبدأ والنشرة من أبو جا حيث عقد اجتماع لوزراء الطاقة في الدول العضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لبحث مشغل بوب الغاز الأفريقي الأطلسي نجيريا المغرب بحضور وفد مغربي رفيع المستوى وترأس الوفد المغربي وزيرة الانتقال الطقي والتنمية المستدامة سيدة ليلى بن علي يرافقها كل من المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن سيدة أمينة بن خضرة وسفير المغرب لدى نجيريا سيد محوالي تغمة يهدف هذا الاجتماع لإحتماد اتفاق بي حكومية بشأن خطي ونبوب الغاز الأطلسي الأفريقية حيث سيتم تقديمه للتوقيع من قبل قدرة الدول الأعضاء في إكوس إلى جانبي المغربي وموريتانيا هذا وأكدت وزيرة الانتقال يتقي والتنمية المستدامة سيدة ليلى بن علي على أهمية مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة للقرة الأفريقية وساكنتها وأوضحت السيدة بن علي في مداخلتها خلال اجتماعي وزرائي الطاقة لدول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا أن هذا المشروع الاستراتيجي يسعى إلى استغلال الموارد الإفريقية محليا وتطوير البنية التحطية الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة مما يساهمه في تعزيز ازدهار القرط بشكل مستدام وأبرزت الوزيرة أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب يتجاوز كونه مجرد خط أنبيب فهو يمثل مشروعا سياسيا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتعون التقي بين دول غرب إفريقيا والمغرب ننتقل إلى رباطة حيث نقش المشاركونات في دورة السادسة عشر للمناظرة الدولية للمالية العمومية التحديات التي تواجه نموذج الحكامة المالية العمومية الهش وسبل إصلاحه لزيادة الاتساق والفعالية وتضمنت الجلسة التي جمعت خبراء مغرب وفرنسيين مناقشات حول نموذج للحكامة المالية يعتمد على تجزئة تفويد البرلمانية وتزايد الخصخصة مما يضع تحديات جديدة أمام المؤسسة المالية العالمية في ظل بيئة عالمية تتسم بتعقيدة متزايدة ننتقل الآن إلى المشهد الاقتصادية العالمية وفي أسواق الطاقة قفز تسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة بعد قرار أوبيك بلاس تأجيل خططها لزيادة الإنتاج شهرا في حين تستعد السوق أو يستعد السوق لأسبوع مهم يشهدوا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويرتفعت العقود الأجلة لخام برينت بدولارين وثلاثة عشر سنة للبرميل إلى خمسة وسبعين دولارا وثلاثة وعشرين سنة للبرميل كما ارتفع خام غربي تكساس الوسيط الأمريكي بدولارين وخمسة عشر سنة للبرميل إلى واحد وسبعين دولار واربعة وستين سنة وفي سوق المعادن استقرت سعر وذهب مع استعداد المستثمرين لأسبوع حسم للاقتصاد العالمية مع إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية واحتمال إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة وارتفع سعر وذهب في المعاملات الفورية بصفر فاصل واحد بالمئة ليصل إلى الفين وسبعمائة وثمانية وثلاثين دولارا وتسعة وعشرين سنة للأوقية وكان المعادن ونفيس قد سجل على مستوى له على الإطلاق يوم الخميس عند الفين وسبعمائة وتسعين دولارا وخمسة عشر سنة هذا واستقرت العقود الأمريكية الأجلى للذهب عند الفين وسبعمائة وسبعة واربعين دولارا وخمسين سنة نكتفي بهذا القدر مشاهدة كراما نلتقي بعد قليل في موجز لأهم الأنباء دمتم في أمان الله